بعيداً عن الأجواء الرمضانية التي تعيشها الأسر العراقية يقبع الآلاف من النزلاء في ظروف بالغة السوء في سجون تابعة إلى وزارة العدل والتي تديرها عن طريق مديرية الإصلاح تلك المديرية التي يستقتل بعض الموظفين للانتقال إليها لما فيها من تربح واغتناء عن طريق الابتزاز والمساومة وسرقة مخصصات السجناء وعقود الإطعام والتي تصل أقيم الفساد فيها إلى المليارات سنوياً آخر مصائب سجون وزارة العدل هي تلك الرسائل التي سربها نزلاء فيها لتكشف عن تفاصيل المأساة اليومية التي يعيشها السجناء ومنها تعمد إدارات السجون والوزارات ذات الصلة بها عدم الإفراج عن المعتقلين الذين ثبتت براءتهم وذلك في سياق ممنهج لتصفيتهم أو ابتزاز ذويهم ليدفع أموال طائلة مقابل تحصيل حقوق أبنائهم عقود إطعام النزلاء ذات المبالغ المليارية تذهب إلى حاويات القمامة حيث يؤكد النزلاء في رسائلهم أن وجبات الطعام سيئة جداً فالرز متعفن والحساء عبارة عن ماء لونه أحمر يحتوي على قطع من جلود الدجاج فقط أما عن الرعاية الطبية فالأمراض تغز السجون وأولها وباء كورونا نتيجة الإهمال الطبي وهو ما تسبب بحالة وفاة لعدد من النزلاء بينما يؤكد النزلاء في رسائلهم المسربة أنهم لا يخرجون إلى التشميس سوى لمرة واحدة في الشهر ولمدة ربع ساعة فقط بينما وزير العدل يغط في دوم عميق لا يوقظه حتى مدفع الإفطار